ألزمت وزارة السياحة والأثار المنشآت السياحية المرخصة باحترام الشهر الفضيل وعدم انتهاك حرمته تحت طائلة المسئولية عبر تعميم يحدد آليات العمل خلال شهر رمضان المبارك تعليمات وزارة السياحة نصت على عدم السماح للمطاعم السياحية المصنفة والمرخصة من قبل الوزارة والمطاعم والصالات في جميع المنشآت الفندقية بتقديم خدماتها لروادها خلال شهر رمضان المبارك ما لم تلتزم بالمكان الداخلي المخصص لذلك والمعد أساسا لتقديم المأكلات والمشروبات داخل المنشآة فقط والذي يشكل جزءا منها على أن يكون مكشوفا أو ظاهرا للعيان من الخارج قبل موعد الإفطار في جميع المنشآت السياحية فيما سمحت الوزارة للمنشآت بتقديم خدماتها للراغبين عبر خدمة التوصيل للطلبات أما بعد الإفطار فقد سمحت الوزارة بإقامة سهرات رمضانية داخل المواقع السياحية شريطة الحصول على موافقتها وقررت الوزارة تحديد ساعات العمل في السهرات الرمضانية خلال الفترة من أذان المغرب وحتى موعد تقديم السحور فضلا عن حظر الحفلات الغنائية واستخدام الفنانات والرقص بكافة أشكاله في السهرات الرمضانية والالتزام بعدم عرض المواد المخلة بالآداب العامة والخادشة للحياء العام وعدم إزعاج المجاورين تحت طائلة المسؤولية القانونية ترجمة نانسي قنقر